الحصار المرير لماريوبيل مستمر مخلفاً وراءه خسائر بشرية ومادية كبيرة مئات المدافعين عن مصنع أزوفستال بالتحديد وجهوا خطر الجوع وقلة الدعم العسكري وانقطعوا عن العالم وفقد البعض منهم أطرافه خلال أطول حصار وصف بالحدث الذي هز القلوب بحسب صحيفة الغاردين البريطانية فرغم استمرار وجود عدد كبير من المقاتلين في أزوفستال وما زالت المفاوضات جارية وفق الدفاع الأوكرانية استسلم مئات الجنود الأوكرانيين من حصار المصنع وأنهت المقاومة الأوكرانية هناك معركة استحوذت على انتباه العالم تاركة مدينة في حالة خراب وربما ألاف القتلى من المدنيين ومع مزاعم كبير الانفصاليين في شرق أوكرانيا بأن كبار القادة في الجيش الأوكراني ما زالوا موجودين في المصنع وأنه ستتم محاكمة المقاتلين المستسلمين في المصنع المحاصر قال الجيش الأوكراني بدوره أنه قام بإجلاء جنوده من المصنع بعد أشهر من القصف بينما أفادت روسيا بنقل جنود أوكرانيين مصابين بجروح بعد القبض على أكثر من مائتين وستين جنديا كانوا مختبئين في أنفاق أسفل مصنع أزوفستال الأمر الذي دفع كييف إلى المطالبة بعملية تبادل أسرة يأتي هذا بعد قصف عنيف شهدته المدينة الساحلية التي يطمع الروس بالاستيلاء عليها لأهميتها الاقتصادية وباعتبارها نقطة انطلاق في بناء جسر بري من روسيا إلى شبه جزيرة القرم وبعد أن هدأ القصف تمكنت فرق قليلة من دخولها كاللجنة الدولية للصليب الأحمر التي وصفت الأوضاع في مريوبل بالمروعة رشخيات العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر